السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبركة على سيدة محمد وعلى الله وصحب الغر المايمين. ازايكم يا سنة ستة تبتداء عاملين يا رب تكونوا بخير. النهار ده ان شاء الله هناخد مع بعض lesson two on your net ten. هناخد الدرس التاني في الواحدة رقم عشرة. فتعالوا نبدأ نقول بسم الله ونبدأ الفيديو بتاعنا على طول عشان الفيديو بتاعنا طويل شوية. عندنا هنا lesson two الدرس التاني من ايجبت. عندنا السياحة البيئية في مصر وكمان عندنا حيث الجرامر كده. طيب نبدأ بقى مع بعض ونقول بسم الله. الانشطة السياحية البيئية اسمها ايه? ايكو توريزم اكتيفتز. ايكو توريزم اكتيفتز. توريزم بس يعني سياحة. لكن ايكو اي حاجة لها علاقة بالبيئة. فبنقول عليها بي اي. ايكو توريزم. يعني هي مفيدة للبيئة. خلاص? طيب نشوف اول حاجة معنا مشاهدة الحياة بالريئة اسمها wild life watching. wild life watching. wild life watching. طيب مشاهدة الطيور هتبدأ بالطيور الاول. فهتكون bird watching. bird watching. في ناس كده هويتها تقعد تتفرج على الطيور والحيوانات وكده. تمام? طيب الغطس باسمه ايه? snorkeling. 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 خلاص? طيب تصلك الجبال. كلنا عارفين جبل يعني mountain. وجبال يعني mountains. يتصلك climb. بس المرة ده هدف لها اي energy فهتكون climbing mountains. climbing mountains. طبعا هنا البيئة. تمام? طيب التنزه. يعني بيتمشوا في الجبل بس بتكون مصفات طويلة. فاسمها hiking. 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 طيب التقاط الصور اسمها taking photos. taking photos. taking photos. او taking photos. photos. ممكن اللي بيتدي او ممكن تقولها يعني photos. خلاص? طيب الابحار بقى في نهر النيل اسمها sailing on the night. sailing on the night. تمام? وبنعمل sailing في الايه? في البوت. تمام? التقييم في خيمة camping and a tent. camping and a tent. camping and a tent. مستدام يعني حاجة ما بتخلص اسمها sustainable. 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 حاجة مستدامة زي الطاقة المتجددة كده. المثالي او النموذج يعني ideal. 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 طيب التصوير تحت الماء اسمها do underwater photography. do underwater photography. يعني بيلتقط صور تحت ايه الماء. ازهاب للشواطئ visiting beaches. visiting beaches. beach يعني شواطئ و visit يعني يزور بقت visiting beaches زيارة الايه الشواطئ. يكون مبسيطة اسمها simple accommodation. simple accommodation. ايو الكلمة دي كبيرة بس والله سهلة جدا. اسمها accommodation. accommodation. هتكتب a. والك هنا c c. تمام? double c. بعدين o. double m. o تاني. يبقى هنا o. double m. ووراها o تاني. يبقى o. double m في النص. وبعدين d. وحنا كلنا عارفين الشن. متى ايوان. تمام. يبقى اسمها simple accommodation. simple accommodation. ازهاب في رحلة سفاري في الصحراء. go on the desert سفاري. go on the desert سفاري. go on the desert سفاري. طيب نروح بقى الا extra vocabulary. عندنا كلمة موطن او بي اسمها habitat. 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 طيب ما اسمها يعني distance. 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 الفصائل الاول انواع اخذناها قبلة كده اسمها species. 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 والشي هنا قاتمسي ايو وراه حرف متحرك. طيب تاريخ يعني historical. 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 قيمة التاريخ history. تمام. طيب. الشعب المورغانية اسمها coral reefs. coral reefs. coral reefs. coral reefs. يحلق بعيدا يعني fly away. fly away. تمام. كرة اسيا اسمها ايجا. 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 هتقولي ازاي مس ده هي مكتوبها اسيا. لا اسمها ايجا. ايجا. خلاص. وروب الشمس sunset. 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 بعد كده رحلة سفاري. 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 زوء الوان زهية يعني الوانها حلوة كده مزهزها. اسمها bright colored. bright colored. bright colored. فرصة يعني chance. 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 محمية يعني protected area. protected area. protected area. وقلنا قبل كده اولاد ده جامعة كلمة واحة ان انت بتغير بس الاي تخليها ايه وهتتغير بس النطفة تكون oasis. لكن دي oasis. واحة يعني oasis. واحد سيوة بقى سيوة oasis. البيئة environment environment environment. الطيور المهجرة اسمها migrating birds. migrating birds. الطبيعة nature. nature. اجازة يعني vacation. 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 تقليدي traditional. 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 طيب نروح ليه التصرفات الافعال. عندنا كلمة يحترم يعني respect. الماضي منها respected. migrate. migrated. cause. caused. camp. camped. scared. scared. sale. sale. طبعا كلهم regular verbs افعال منتظمة. تمام? طيب نروح بقى مع بعض كده على definitions التعريفات. اول حقا كلمة respect. يحترم. هي like something and want to look after it. هو بيحب الحاجة دي. وlook after it يعني بيهتم بيها. او بيحب بيهتم بيها. sustainable كلمة مهمة جدا جدا. do something in a way that doesn't damage the environment. انت بتعمل الحاجة بس الحاجة دي doesn't damage the environment يعني مش بتضمر البيئة. تمام? طيب simple accommodation. كلمة simple accommodation. living in a place where you have what you need and nothing more. يعني انت بتعيش في مكان. اه اللي فيه الحاجات اللي انت محتاجها بس. مش اكتر. زي مثلا ايه? هديكم مثال. احنا مسلا في ناس ممكن تروح اه لو مسلا هتروح سياحة. فيه الناس تحب تقعد في قوتلات كبيرة وفيها تكييفات وفيها اه مش عارفة تلفزيون وفيها يعني فيها حاجات كتير بتشتغل بالكهرابة. لا فيه الناس تانية يبقى دي حاجة مش 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 ايكو خالص مش مش هتفيد البيئة. لكن استمبل اكوموديشن انت بتعيش في مكان يدوبك بس فيه السرير بتاعك. الدولاب اللي هتحط في اللبس. اللامبة بتنور لك. لكن بقى ما فيش لا تكييف ولا التلفزيون والكلام ده. فهي دي اسمها سامبل اكوموديشن. يعني مكان بسيط بتعيش فيه. طيب كلمة اكوموديشن نفسها ساموه يستقي. المكان اللي انت بتعيش فيه او بتبقى فيه او هتقيم فيه. طيب ايديل بيرفكت او اكسلنت ايديل يعني بيرفكت. حاجة ممتازة او مثالية. خلاص. طيب نروح بقى على البوكوز كده. اول حاجة معنا هنا بيقول. المدرس قال لنا لازم نعمل ايه? للقوانين في المكتبة. يبقى اكيد طبعا نحترم. السياح بيحبوا يعملوا انشطة اه مائية في الشرم الشيخ زي الغدس وايه? يبقى طبعا السنوركلينج لان كل دول ما ينفعوش في المائية. بعد كده. الناس في الصحراء ممكن تعيش في الايه اللي مصنوع من الكلاس. ايه هو الكلاس يمس? القماش. خلاص? هما بقى هيعيشه في الايه? في التنس. يعني الخيام. رقموا بقى في مصر في اماكن ايه? كتيرة ايه? بتقول لنا عن التاريخ التاريخ المليام بتاعنا. يبقى اماكن دي اكيد يعني تاريخية. تمام? طيب نروح بقى على الدرس ونقرأ عشان عندنا قرية كتير 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 جدا. اول حاجة هنا بيقول ايكوتوريزم ان ايجبت. هنقرأ باراجراف باراجراف ونترجمه. اول حاجة بيقول ايجبت ازان امميزين كونتري. دي اول جملة لازم تبقى حفزها. ايجبت ازان امميزين كونتري يعني مصري دولة امميزين يعني رائعة. خلاص? فدي هتكتبها لو قالك تكلم عن السياحة البيئية في مصر فانت لازم تكتبله الجملة دي. فتاخد تحتها خط كده ايه? وتبقى عرفة. خلاص? there are many historical places to visit. as well as stores markets and museums. people can go snorkeling in the desert in the red sea. go on a desert safari. climb mountains or sail on the river. so tourism is important. but ايكوتوريزم is becoming very popular too. بيقول المصر دولة عظيمة ومليان المكن تريخية عشان تزورها وكمان فيها متاجر واسواء ومتاحف. وبيقول الناس بتعمل snorkeling يعني يغطس في البحر الاحمر وكمان بتروح لرحلات سفارة في الصحرى وتتصلك الجبال وتبحر في نهر النيل. وبيقول السياحة مهمة بس السياحة البيئية بقت محبوبة جدا. او مشهورة جدا. خلاص? ايكوتوريزم is a way of traveling that doesn't damage the environment. برضو لو جالك عن الايكوتوريزم فلازم تكتبله الجملة دي. السياحة البيئية هو طريقة يعني للسفر بس مش بتدمر البيئة. بيقول ان هي مستدمة جدا عن السياحة التقليدية وبيقول ان هي مصممينها يعني عشان تحافظ على البيئة او تحمل البيئة. بيقول الناس بتقعد في قامات بسيطة جدا مش آآ قتلات آآ فخمة او كبيرة. هو بيقول ان هما مش بيسافروا بطرق تلاوز البيئة او تعمل تلاوز كتير. يعني ممكن مسلا يسافروا بالقطر ما يسافرش بالطيرة. ان الطيرة تعمل تلاوز اكتر. لو المكان مسلا قريب فاحنا ممكن مسلا نسافر بالبس بالاوتوبيس بالكار بالعربية اه هما دول بيدمروا البيئة بس ايه اقل من طبعا الطيارة. خلاص. ولو احنا بقى من من اهل البلد نفسها يعني احنا ممكن نتجاول بقى بكاملز هورسز تمام نركب جمال او احسنه. خلاص. فكل دي حاجات ما فتدمرش البيئة. طيب نروح بعد كده البراغراف الثالث. موجود من انبه قد اختران مناسبة لباغران بيئة خلاص بيئة. هناك الكثير من كثير من البراغراني بها. كسر من طرقاء كانت محظورا. بإمكانية انهي مرحلون بطرقيا على أي نتجانية دائرة يمكن جانب لديه في الأنظر ، يمكن أن يكون محظور بناثاره. البراغرون بطرقاء حال لم يتغلقو بيئة والدائران مزيجم التجاركية بسبق على أيضم افريكا. بيقول بقى ايه ان الناس كتير بدأت تزور مصر عشان الحال بريه ومشاهدة الطيور. وبيقول فيها انواع الطيور كتير جميلة. ممكن تشوفها. وفي انواع طيور بتهاجر. فهما لازم يسفروا ليه اماكن مختلفة وبلاد مختلفة في مواعيد محددة من السنة. ليه بقى عشان يلاوا الاكل وكمان يعملوا العش بتاعهم. وكمان الجو الايه الدافي. طيب بيقول ان الطيور دي في الغالب يعني انها لازم تسافر مسافات بعيدة. وبيقول من الرحلات بتاعتهم ان هما لازم يعدوا على مصر. تمام? ليه بقى? لان مصر هي في شمال افريقيا وريبة من اسيا واوروبا. تمام? طيب نشوف بعد كده بيقول ايه. بيقول ان في اكتر من ربعمائة وخمسين نوع من الطيور في مصر والناس بتيجي من كلها الحال العالم في الاجاز عشان تشوفهم. كان مثال واحد سيوة هي مكان رائع ان انت شوف فيها الطيور المائية المهاجرة. وبيقول lawmakers. اجيلها بيأة مهمة جدا. والناس بتحافظ عليها. طيب بعد كده -, هنا 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 people who go bird-watching in egypt will have a lot to see. they must mustn't get too close to the birds because they might fly away. but they can watch from a safe distance وشوف delivery. بيقول بقى ان الناس اللي بتشاهد الطيور في مصر هيشوفوا طبعا كتير جدا هنا لان احنا قلنا عندنا ربع من خمسة نوع من الطيور طيب بيقول لك بقى ما ينفعش نحنا نكون قريبين من الطيور دي عشان هما اكيد هيطيروا بعيد وبيقول لما نيجي نشاهدهم بنشاهد من مسافة امنة ونلتقط صور ايه كتيرة ومشاهدة الحال بالرية هي ايدي الممتازة للناس اللي بتحترم البيئة والسياحة البيئية هي جدوية يعني طريقة كويسة للناس عشان تعمل ده خلاص كده طيب الناحية التانية بقى هنا بيقول طبعا جاي بصورة كتيرة وبيقول لك هنا في الاجازات اللي هي السياحة البيئية تعمل ايه بقى بتشوف الطبيعة والحيوانين you stay in small simple places انت بتوعد في اماكن صغيرة و بسيطة جدا طيب people think about the environment والناس بتفكر في البيئة the most important things is not to hurt nature اهم حاجة انت ما تقزيش الايه الطبيعة you can do these activities watch animals hiking snorkel and taking food بيقول لك وممكن تعمل الانشيطة دي لانت تشاهد الطيور تعمل تنزه في الجبال او تعمل غطس وكمان تلتقط صور خلاص هو هنا مدي لك ايه عناصر كده حشان لو انت هتتكلم عن الايكوتوريزل تكتب عنها فهو مدي لك ايه شوية ايه عناصر وانت تبدأ تكتب عنه تاخد كل عناصر وتكتب عنه مسا جملة جملتين خلاص هنا بأت غور vacation in Egypt يعني اعلانات للأجازة في مصر اول حاجة on the river في نهر النيل هذه صورة بيقول ايه hi i am nadia next month we are going on a tour to do the birds and animals which to see انا سبت اقول to see on a tour to see the birds and animals which live near the river we will travel along the river in small boats and camp in tents at night we will bring our cameras because we will see some amazing things we hope to see lizards and turtles as well as lots of interesting plants however we mustn't swim because there might be crocodiles بتقول انا نتيا والاسبوع الشهر الجاي هعمل طور جولة كده في عشان تشوف الطيور والحيوانات اللي بتعيش قريبة من المية وبتقول هنسافر في نهر النيل في مراكب صغيرة وهنخيم في خيم يعني او هيعملوا تخيم خيمة في الليل وبتقول هنجيب معنا الكاميرات بتاعتنا عشان ممكن نشوف حاجات مزهلة واتمنى ان احنا نشوف السحالة والسلاحف وكمان آآ النباتات الجميلة وبتقول ما نفعش ان احنا نعم عشان ممكن يكون فيه يعني تمسيحة تمام؟ نفس الكلام هنا بيتكلم على غروب الشمس وهكذا وبرضو هنا بيتكلم على السنوركلين والسفاري والكلام ده وبردز اتسي وطيور اللي على البحر فكلها ايه حاجات اعلانات نفس الكلام اللي احنا قلناها هو جابه بالتفصيل بقى عن كل مكان تمام؟ طيب هنا بقى بيقول لك ايه الجرامر بتاعنا مفيش اسهل منه جرامر تحفة 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 عندنا كلمة مصد ومصنط مصد يعني يجب للحاجات الحلوة ومصنط لا يجب للحاجات الوحشة بس غصبا عنك لازم تعمل حاجات دي تمام؟ ولانها قوانين وقواعد فلازم تعملها طيب هنا مصنط تي بتكون sliment في النقط هنا لو قلناها لكن هنا عادي مصد مصد ومصنط انا باجيبهم هنا للحاجات الضرورية باستخدمهم للحاجات الضرورية زي القوانين زي المسلا انا ما فيعش اتكلم في المكتبة ما ينفعش تاكل في المكتبة تمام ما ينفعش ادخل في المستشفى لازم اذاكر دروسي فكل دي حاجات فبيقولك هنا ايه we use must when we talk about something that is that we have to do or that is important to do احنا بنستخدم must عشان نتكلم على حاجات ان احنا لازم نعملها او مهم ان احنا نعملها طب must not when we are not allowed to do something مش مسموح لنا ان احنا نعمل الحاجة دي تمام طيب must و mustn't لازم بعديهم مصدر لازم يجو راهم ايه مصدر لازم 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 يعني ايه مصدر يا سنة ستة يعني من انفعش الفعل يكون في دي او اي دي او اي اي دي ولا اس ولا اس ولا اي اس ولا ان دي ولا في التصريف التاني الغير منتظم يبقى لازم بعد مصد و mustn't مصدر تمام طيب تعال نشوف بيقول هنا ايه ان must لازم يجو راها فعل في المصدر وما هي بقى اي فاعل مفرد جمع ما فيش مشكلة تمام هنا بيقول اوعى تقول لي bring فيها ing لا ده ال ing اساسي في الفعل انا لو هضيف ing هضيفها تاني هنا bringing خلاص لكن هنا ده الاساس بتاعها we must bring فهنا ايه جاي فعل في المصدر we mustn't swim here هنا فهو برضو جاي swim فعل في المصدر تمام يبقى الجرامر بتاعتنا mustn't heجو راهم الفعل في المصدر خلصت خلصت يا miss سهلة 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 طيب تعالوا نحل كده بيقول لي بقى you mustn't take medicine when you are ill ما ينفعش تاخد الدوة وانت عين لأ طبعا هقول لي بقى عن حاجة حلوة لو مصنت اللي غلط فانت على طول هتكتب must طيب لو must ya miss اللي غلط فانت هتكتب mustn't تخليها بالنفي بتاعها خلاص طيب يبقى هنا لازم ناخد الدوة طيب هنا بقى people must wear seat belt when they travel by car طبعا بعد مصد لازم تجيب المصدر طيب المصدر من wear wear يرتدي خلاص طيب هنا you mustn't eat fruit and vegetables they are healthy حاجات صحية يبقى لازم آآ اكلها يبقى مصد طيب هنا you must be in لأ مش هتكون بندي لأ هتكون بيه طيب مصد هتبقى وعندنا هنا you mustn't يبقى لازم فعل في المصدر فهتنحوش energy فهتكون throw طيب you mustn't respect لا you must respect respect ايه بقى nature لازم احترم الطبيعة you must scare birds and animals اخوف الطير والحيونات no فهتكون mustn't او must not براحتك يتكتبها كده يتكتبها كده تمام بس ادي الجرامر بتاعنا تعالوا بقى نروح للاختيرات بيقول بيقول تمشي للمدرسة عشان ما فيش اي اوتوبيسات يبقى اكيد must خلاص اهي سهلة جدا طيب you must خلاص بقى يمس بعد المصد هنجيب مصدر يبقى اختر d دي فيها s-e-i-i-s-i-e-d-i-n-g لا مش هناخد الاضافات خالص students for good their homework الطلاب ينسلوا لجيب بتاعهم يبقى طبعا mustn't ما ينفعش عندي صلنا جمع قالوا ليه ينفع يا بيس كلهم اختروا must لا طبعا ما ينفعش فلس بنختار ايه mustn't طيب هنا بقى we listen to our teacher carefully لازم نسمع المدرس بتاعنا بحرص يبقى طبعا must طيب we must بعد مصد هنجيب فعله في المصدر دي فيها اي اني جي وتنفعش or ولا ben فهتكون b لان b قلنا لها خمس اشكال m is or المصدر من الخمسة دول هو b تمام كده سنسافتر بس قال الدرس بتاعنا جميل جدا جدا وسهل وبسيط اي نعمل الاراية كانت كتيرة بس ان شاء الله ايه يكون سهل عليكم عندنا بقى هنا listen general exercise على listen to هقرأ انا listen من وراء وانتو ايه ابدأوه حلو على طول عندنا unit 10 listen to ok hi i am noosh next month اختر ورائي على طول we are going to going on a tour at school to see the birds and animals which live near the water we will travel along the river in small boats and camp in tents at night we will bring our cameras because we will see some amazing things we hope to see lizards and turtles as well as lots of interesting plans however we mustn't swim because there might be crocodiles خلاص كده سهلة جدا طبعا اول حاجة انا قلت next month خلاص تاني حاجة بقى they will travel along the river in small a طبعا هيسفروا في نهر النيل بsmall boats مراكب تمام طيب زي hope to see lizards and هم بيأمل ان هم يشوفوا استلحف والاي انا قلت turtles بعد كده they mustn't swim ما ينفعش يعمل انه ممكن يكون في ايه crocodiles خلاص كده سنة ستة طيب نروح لتشوز يمس مع بعض we can go in the mountains during ecotourism vacation احنا ممكن نذهب لإيه في الجبال وحنا بنعمل وحنا بنعمل احنا بنعمل ecotourism في الأجازة طبعا هنعمل hiking لا ينفعش swimming ولا shopping ولا reading في المountains hiking هنتنزع في الجبال نمشي لمسافات بعيدة خلاص رقم اتنين you must be in the natural environment لازم تكون ايه في البيئة الطبيعية يبقى لازم اكون careful حذر جدا تمام المكان اللي في الصحراء اللي فيه مية وفيه نباتات هو مكان وحيد بيبقى في الصحراء فيه مية وفيه نباتات زي ايه هو طبعا الاوازيز زي واحد سيوى سيوى اوازيز طيب wild life watching is for people who respect nature بيقول ان ال wild life watching مشاهدة الحال برية هي فكرة ايه للناس اللي بتحتها المطبيعية يبقى ideal اللي هي فكرة excellent رائعة نيجبا هنا لالcomplete عندنا ال color دياني ملون plain طيارة فيش سمكة بيتش شاطئ ومص انت لايجب I am Laura we are going to have the chance to do see some underwater water photography on our vacation we will sit off on a tour from the small boots احنا هنعمل ايه بقى بالsmall boots السمال boots دي هتكون فين يبقى طبعا في البيتش من على الشاطئ خلاص and sail and sail out to places where we can see some see many different kinds of احنا هنشوف انواع كتيرة من ال ايه يبقى كتف الفيش لانا ها روح البيتش there are beautiful bright من التلمات اللي احنا لسا اخدنا نهارض bright colored الوان ايه زهية طيب as well as coral reef the tour is only on monday and whenesday because this is a protected area so there be too many trips there ايه there plain ولا there mustn't لأ طبعا there mustn't be دي number four معلش ايه خلاص طيب بعد كده هنا بيتكلم برضو على السياح البيئة وبيقولوا ان المصري مش عارفة فيها ايه واخد خطط تحت كلمة ساسين ابو تمام هنشوفها مع بعض اول حاجة كده that text is about النص ده عن ايه الايكوتوريزم ولا new places ولا education ولا health diet طبعا بيتكلم على الايكوتوريزم sustainable means not to the environment معنى كلمة sustainable ايه للبيئة يبقى friend لحاجة ايه صديقة للبيئة when you go to the red sea you can go under water بيقول لما تروح البحر الاحمر تعمل ايه تحت المية يبقى كده سنور طيب what is ايكوتوريزم ايه هي السياحة البيئية وبيقول لك يعني ايكسو بلين الشرح او فصر مصر مكان جميل للاجازات الشرح لي بقى فانت هتطلع له الشرح من القطع اول حاجة ايه هي الايكوتوريزم تعالوا نشوف كده مع بعض هنا من اول باراجرافة التانية ايكوتوريزم is a way of traveling that doesn't damage the environment ودي هتكون نمبر ثري تكتبها بقى عن ثري تاني حاجة بيقول ان لا هي رقم اربعة مش رقم تلاتة رقم خمسة بقى بيقول ليه مصر مكان جميل للاجازات دانت هتلاقي حاجات بالهبط اول حاجة هنقوله خلاص ممكن تقوله ان الناس ممكن تعمل سنورجن في البحر الاحمر او سفاري او تتصلك الجبال في نهر النيل فكل دي اجابة السؤال رقم خمسة لان مصر ما شاء الله عندنا كل الحاجات دي يبقى هنا نمبر كل ده هيتكتب طيب لو كتبت بس يا مس الحد هنا عادي فيش مشكلة كتبت دول برضو عادي فيش مشكلة بس الافضل ان احنا نكتب كل حاجة موجودة في القطعة تمام طيب نروح مع بعض للترتيب هنقول طبعا اتس 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 امبورتن طيب بعد كده يبقى نختار وبعدين فعل في المصدر وبعدين هنا بقى وبعدين بعد كده بعد كده بعد كده وبعد كده هتبقى وفي الاخر هتحط نقطة وكده نبقى خلصنا الدرس الثاني وبعد كده عندك معنى وده هتلاقيه في اخر كتاب وان شاء الله هكتبه معكم بإذن الله في فيديو ثاني خلاص كده كده نبقى خلصنا الدرس الثاني سنة ستة ان شاء الله الفيديو جاي هكون الدرس الثالث وبعدين هنخلص الواحدة العشر ان شاء الله هشوفكم